موسيقى موسيقى هاليلويا اليوم عيد الخمسين بعيد الملاد لا حكوى عن عن يعني عن القيامي في عيد الميلاد نحكي عن عيد الفصح نحكي عن عيد الفصح بس بكل شيء ما فيك تحكي عن الروح الأدوس وعن الرب يسوع وهذا اليوم يناسب عند الطوايف الغربية يلي بيتبعوا التقييم الغربي عيد الخمسين أما عند الكنيسة الشرقية بيجي تقريبا بعد كم أسبوع لقدام أمين حابب نحكي شوي عن عن موضوع روح القدس ولكن بعد الصباح اللي تجي عنا بدي أقرأ من رومي تماني احد عشر روما تماني احد عشر وصلتوا معي لرومي تماني احد عشر رح أقرأ من ترجمة مشتركة وإذا كان روح الله إذا كان مسأل سؤال روح الله الذي أقام الرب يسوع المسيح من بين الأموات يسكن فيكم وأجسادكم كانت ستموت بسبب الخطيئة فالروح حياة لكم لأن الله برر لكم إذا كان في تفسير آخر الولي روح القدس إلى أبطال إيمان جريئين من أشخاص الليلة الخصية إلى أشخاص كله النخوي من أشخاص بخيف ويشهدوا إلى أشخاص بحب ويستشهدوا إنه الروح القدس إنه الرب إن الروح القدس هو الرب إن الرب هو الروح يسوع نفسه الرب له المجد قال من الأفضل أن أنطلق لأنه إذا ما رحت ما رح يجي الروح في أفضل من هيك يسوع إنه نكون معكم أنا في شيء أفضل يا أنت الرب إذا رح كوم معكم هون تبعوا لبرازيل رح يتكلفوا مدري كم ألف دولار وعناق الطريق تايش يشفوني هلأ أنا معكم كلكم بروحي أمين إذا كانت تشاركنا لأخت من لبرازيل الليلويا أنا I visited Brazil in 1997 and I shared with the march for Jesus where millions went to the street and I was preaching there واو شو حلو برازيل هاللويا إن الذي فيكم أعظم أعظم إن الذي فيكم إن الذي فيه أقول الذي فيه أعظم وأقوى وأقدر وأعظم مما يواجهني برا أم يسوع بن الموت مسح يسوع يسوع فوق عندما أتى للأرض أتى أخلى مجده أتى كإنسان كامل ولكن الروح القدس كيف مسح الله يسوع بالروح القدس فصار يصنع خيرا ويشفي جميع قول معي جميع مدة هاك جميع لأن نطوع أكتر قال يوحنا إذا بدي أكتب المعجزات يلي عملها يسوع بروح القدس قال كل كتب العالم ما بتسايع شو بدي أكتب تأكتب بس كاتب من لكم هالكم شغلة ما بيصدق بالقليل ما راح يصدق بالكتير أمين اللذيفية قول معي اللذيفية بس قلكن قولوا معي أنا عم بقصد عم بعني شعمول قول اللذيفية مش اللذيفين فيهم اللذيفية أنا هايدي دايما إبليس بنسينا إياها وهلا ما نقول تنتذكرها بدي دماغ يفكر فيها قبل ما يقولها اللذيفية أعظم من اللذيفي العالم يوحنا الأولى أربعة أربعة يوحنا أربعة عشر ناش من يؤمن به يعمل الأعمال التي أعملها بل أعظم منها لأنه راح أبعط لكم الروح قدس كنت سقول عشرة تلتعش أوقاتي أحبة بتوجهنا مشاكل وهالأيام أنت وماشي عالطريق بحد ذاته مشكل بس ماشيتك عالطريق بالسوشال ميديا بالبيت بالشغل عالطراط حتى بالكنيسة في مشاكل بتوجهنا وأوقات بتجي المشاكل عندما فكرنا بيلتهي بأشي بالواتس أبيت وبالشغل وانتو عم تصلي بيجيك ميت تليفون وانتو ماشي عالطريق ميت واحد بيعمل لك مشاكل وبيشغلك وبيخدمتك وبيبيتك وعالطريق ننسى أنه اللذيفية أقوى وأعظم من هول كلهم يلي عم وجههم أوقات بتواجهك وبتواجهك تحديات أنا أوقات وجهتني أمور أنا قلت خلاص إنها النهاية قضية علي قضية الأمر كم واحد منكم بيوصل خلاص انتهيت أنا انتهيت أنا فشلت أنا خلاص ما رح تثبت معي هذا الموضوع اختربيت فيه هيدا الشغلة وبترجع بتلاقي الأمر نحل كم واحد منه أنا بس مجرد اسمع الأخبار بقول انتهى الأمر إسرائيل هتجتياح لبنان هاي بس الأخبار بتكفيك ما بدك فيها أكتر كل يوم تهديد بالاشتياح وهو اللي بيبعتوا لك اللي خاصة على نشارات الأخبار بيبعتوا لك بيستواجهنا أمور مشاكل أوقات بتحسها يعني صعبة بيجي المرض عليك بتقول خلاص انقضيت أنا خطيارت أنا بيتبتخت أنا متت هالنهاية وكل مرة بتفكر إن كان الله سمح بهالأمر إنه يصيبك وإن شاء الله ما يصيبكم شي بس من رب يسوع المسيح ولكن يسوع قال ستواجهون في العالم ضيق بس تجي الديقات عليك أو هيدا الضيق وما تفكر إنك إنه أنت مكان ما رح يجي الديق عليك أنا بحكيك لأنه عارف رح يجي الديق علي وعليك وعالكل رح تجي رح تجي يسوع ما قال رح تدني رح فرجوكم سجيلي حمراء والورود وزلاء رح تجي الديقات حتى من نص أهل بيتك قال تذكروا اللي بدي إلكون قال لم تصبكم تجربة إلا بشرية ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون يعني ما في ديقة ما في مشلة إذا كان الرب سمح لهالتليفون يجيك مصيبة أو هالنأزة أو هالأمر اللي بدي يصير إذا كان الرب سمح إنه يصير معناته إنه أنت قادر تتخطى ومنه أكبر منك تتتخطى ومنه أعزم منك لابل بدي روح أكتر متر زيادة هيدا الشي لخيرك شو ما يجي بحياتك أكان خيرا أم خبر عاطل اللي بشك يا رب أنت سمحت إنه يصير معناته أنا قادر عليه معناته لخيري رح تقلبوا لخيري خلي قلبك أوي ما يقشو الضغري وينك يا الله ده اللي ش تلفن لأ أمك ولا باياك ولا البوليس ولا ده الإصعاف ولا سعيد ديب ولا خلي قلبك سيبت قال ما رح يخليكن تجربون أكثر ما تستطعون لأنه اللذي فيه اللذي فيه أقوى اللذي معي أقوى من اللذي في قوله عشرة تلتعش قلوس قوله عشرة تلتعش حتى بدأ ينتج حلقة لم تصبكن تجربة إلا بشرية ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق الطاقة فوق ما تستطعون أن تحتملوا بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لا يجعل الرب مع التجربة المنفذ لكي تهرب البعض بفكروا أنه الله بيخرق لك المنفذ تتهرب منه لا مش هيك بتقول أي نعم بديك فيها لأن الله يجعل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تتحملوا لتستطيعوا أن تحتملوا قول أستطيع كل شي لتستطيعوا أن تحتملوا فيه ناس بيفقدوا عصابا ومؤمنين بس تعرف ما بيعرفوا الأيات ما بيعرفوا شو حط الرب فيهم ما بيعرفوا هني من أي مادة مصنوعين مؤمنين ما بيعرفوا من أي DNA مولودين ولادة تانية أنت ما بس ولدت من أمك وبيك عندك جينات أمك وبيك الأرضيين صح؟ إذا فحصل لك جيناتك لازم يكونوا مطابئين لجينات بيك وأمك إذا ما كانوا مطابئين لجينات بيك بيكون في شي غلط بيكونوا مطابئين لجينات الجار وعندما ولدنا ولادة تانية بالروح صرنا طبيعة جديدة خليقة جديدة إن هذه الخليقة الجديدة فيها جينات جديدة وهذه جينات مولودين من الله إذ أن الله أبانا لازم تكون جينات اللي فيه الروحي الموضوع داخلي مطابقة لجينات مين؟ إذا في فحص جينات روحية بدأت تكون مطابقة بس ما في فحص جينات روحية كيف منبحث جينات روحية من صمر حياتك من الأول لعي حياتك أنا ساكن بحصون الصخر ليجناح النصر أنا مصنوع من صخر يسوع الغرق قابل للكسر وأنا ساكن بحصون الصخر ليجناح النصر وأنا مصنوع من صخر يسوع الغرق قابل للكسر لا 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 قولوا هللوي اعطوا باش للرب هاي لسايلة بسيطة من هاي شوف شو بقول لتستطيعوا ان تحتملوا بل تنتصروا بل تستخدموا هذه المصيبة لحتى تدعس عليها وتطلع وترتفع من مجد الى مجد ومن قمة الى قمة اعلى لانه سيكون عندك اختبار من بعد هذه التجربة او هذه الاختبار المرأت فيه رح يكون عندك اختبار تقدر توقف على راس العملاء وطلقت براسه مقطوش بايدك قتلت العملاء لتستطيعوا ان تتحملوا لبل تنتصروا كل الانتصار باللذي احبكم صدقوني ادي محدا بيواجه تحديات وعملي بحياته كل واحد عنده تحدياته وعنده جوليات طبعه وعنده جبله كل واحد بقول قدي ما حدا بعيني وانا بقول نفس الشي بس تعرف كل مرة بتشين مصيبة بالنسبة لالي مصيبة بالجسد مصيبة ولكن بالروح بكون الروح يعملوا هلا يا رب بك ترفعني رفعة جديدة هللويا في بركة جديدة ولا هالشغلة شو هي في منفز في منفز مش تأهرب في منفز تأتحمل والمنفز ده لأهرب منفز لأتحمل وأتغلب وانتصر كل الانتصار بالذي أحبني قوله أمين في حدا هون يقول أمين أوقات الأمور بتشي هيك بتقول هاي الدربة القاضية هاي الدربة قضيتني بلشت محل بزنس وما بعد انكسرت وبدأ بسكر ببسكر يا رب شو هلا بصيبة هاي دي فيها نصرة انتظر الراب صلي بالروح اطلب ما شئته اطلب معونته وشوف كيف رح تتغلب عليها رب بس صممني وصممك ولدنا ولادة تانية وضع جيناته فينا بس الرب صممني وصممك تكون أبناء على صورته في شي بيكسر المسيح في شي بيوطيله رأسه ما في شي بيوطيله رأسه إلا محبته لأيلي ولأيلك وطرأ رأسه على الصليب طي يرفع لك رأسك ما في قوة في قوة بتوقف بوجه في خطية بتوقف بوجه في مصيبة بتوقف بوجه في دفن بيوقف بوجه في ميت بيوقف في وجه في شي قبر بيوقف بوجه في شي بيوقف بوجه إذن ما في شيء يقدر يوقف بوجك هاي حقيقة هاي حقيقة للمولودين من المسيح هم على صورة المسيح هذي ولاد الرب هو الأخ الأكبر هذي الممسوحين بالروح القدس هاي حقيقة ديما نذكر حالك شو ما كانت أستطيع عليها شو ما كانت الرب بيقلب لخيري شو ما كانت سمي اسمه سمي الاسم اللي بدك الله صممني وصممك حط فينا روحه روح الحياة يلي الموت ما بيقدر له يعني النور يلي الظلمة ما بتقدر له نحن نور العالم نحن لنا حياة في المسيح المسيح هو حياتنا الروح لنا حياة يحيى إجسادا لمائتا إذا ما في شيء ما في شيء بيقدر علي وعليك هليلويا كم مرة ظننت انه هاي خلاص أنا انتهت رجعت كم مرة ظنيت انه خلاص انتهت رجع الرب آمنة ما بهمني حجم الشيء يلي عم تواجهه أو يلي أنا عم واجهه ما بهم بس نجتمع بالشيوخ أو بالرعاة أو باجتماعاتنا في مصيبة جاية مش مهم أداة كبرى أو أداة علوة أو أداة حجمة المهم حجم يلي ساكن شويتك هيدا تطلع عليه دايما شيل نظرك وحط نظرك عن الرب ناظرين ناظرين وين إلى رئيس إمامنا ومكمله الرب يسوع المسيح بكل مرة بكل وحدة رح تقدر تتحمله ورح تقدر تصبر ورح تتحمل أن القوة جويتك بتقل انهرد انهرد جب لي لواء عصاب ما في شيء اسمه انهرد ما في شيء اسمه بانيك أنا كنت بلندن وكان يهجمني لأنه كنت مفكر أنه في قوة أعظم مني في شيء أقوى مني ما كنت عارف ياللي ساكن في يمن وشو اسمه بس أعرف أكتر بس يجوني هالبانيك ياللي كانوا يرعبوني كنت تكون قاعد معهم بالاجتماع أو بالصف أو بالبيت فجأة تفتح السماء هيك وبطل شايف حدا شايف أرواح ما بعرف إذا حدا نصير معه من قبل اختنع أعمل بجسمي كسر أو تحت لي روحوا هالخيالات عن راسي كنت خيف أطلع جسر وأنا عم بدرس لهوت وملا بالروح القدس هجموني هجومات إلى أن أجا أستاذ هو كان طبيب قلت له هذا الشيء بيصير معي شيء كيميائي بعقلي بهرمونات عم بيصرون هيك لأنه كذا مرة أخذوني بالأمبلانس على المستشفى يقولون ما بيكش جسمك تمام قال لي فرجيني الفحصات فرجيته إيهن اسمه دكتور ويليام أتكنسون ترك الطب راح يعلم الإنجيل بكلية اللهوت قال لي حبيبي هيدا اسمه أرواح شريرة قلت له بس ما عم فيني أعمل شيء قال لي لا بدك تقول بفكرك راح تبنك بس انت لازم انت تخوفهم مش هني خوفوك أنا كنت فكر انه أنا ما بقدر لهم هاي مش لقالي هالموهبة هاي مش لقالي هالمسحة هاي دي لأشخاص معينين لازم روح لعندهم تهني حرروني منهم لا حبيبي لا كل واحد مننا هو عصورة المسيح كل واحد مننا الذي فيه هو أعظم فيه فيه ناس عندهم مسحة ممسحين لهالأمور ولكن انت ايضا عندك المسحة لأن الروح يلي ساكن برجل الله الساكن هو ذاته فيك يلي كان بيسوع كان يطرد جيش الشياطين بكلمة كان يرتشفوا إلى أن اجا اخ كمان من مكسيكو شاب صغير كان عمره 17 سنة كمان بس يشو رعبون زكرون انه هن رعين عجهن مربطون استفيد بالفرصة قالت له على الجد قال لاحظ عبايت كنت خاف طف الضو لأن بس طف الضو شوف هم كنت نام عند عائلة عراقيين بقى طفيت الضو ودغري اجوا كان من فتح الروح كتير وهن وصلوا كان الربع بيدربني شو اعمال بس اجوا ماذا بطل فيني اتنفس رجعت قلبي بسرعة وحسيت حالي خلاص رحت بدل ما رعب وخيف صرت نطرهم يلا تعو يلا تعو يلا تعو وين كن وين كن بس اجا برتك باسم الرب يسوع دم المسيح اكلتلهم راسهم قبل ما يكلوا لي راسي اختفوا زبطيت صاروا كل ما يجوا اسم الرب يسوع المسيح بربطكن دم يسوع المسيح ثلاث اربع مرات تجي اخف 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 واختفوا ولهلأ بطل يسترجوا يبينوا راسهم لأنصرت اعرفهم هلأ يمكن ما حدا منكم فهمان عن شو عم بحكي بس كل الناس عرفان عن شو عم بتحكي مرأتي فيها شفتي امين في كذا حدا نوقات منفكر جن وفقد عقل كذا شاب اجل عندي نم عندي بالبيت اصهر معه كل الليل بس ما كان يصدق انه يلي فيه اعظم لأنه عامل خطيئة معينة وهالخطيئة عم تحسس بالزند وما عم يقدر يستخدم سلطه وبر وقداسته لأنه ابليس عم يشتك عليه فيها ونفكر حاله انه فقد خلاصه فقد ايمانه وابليس بيكذب علينا دايما كيرو مليك منظلنا نجي على الاجتماعات تنتذكر نحن مين استطيع كل شيء في المسيح الذي فيه اعظم من جميع الذي في العالم ولكن هيدا القوة اللي فيه ما فيها تعمل انت وحدك قادر تبطل هالقوة هالقوة العظيمة يلي ممكن تزيح جبال يلي جوتك يلي ممكن تشيل موتى الله نفسه الذي ساكن فيك يلي خلق الكون يلي بكلمة رح يبيض هيدا الكون بكلمة منه ويلي بكلمة حامل هيدا الكون ومخليه بكلمة منه يسوع يعني ما بيقدر يعمل شيء اذا عندك ذهنية انا لا استطيع انا لا اقدر انا مش ادى مستحيل تقدر تعمل شيء كل الله وقدرته ما رح يدري عايش معك الامر متوقف على انك انت تصدق انه استطيع بس انت تصدق عدوك رح يصدق بس انت تصدق الظرف رح يصدق وساد الصمت كب الابري تسمع رنت مين بقول امين هاللويا عم تتعلم شيء جديد اليوم شو قول استطيع قول مرة تانية استطيع حكي مش عم فيك تستطيع قول استطيع كل اشياء في المسيح يا السيس رح يشحطون من البيت اخر الشهر يا السيس ما بايح الاجهار دخيل الله شو بدي عامل خيل اشبال جاعت وحتاجت اما طالب الرب لم يعزوا شيء من الخير يا السيس هيدا المرض تدعونا عليكم على المرض فتشفونا يا السيس لا فيك اعظم لا في العالم يا السيس ما في شغل ما في صار الخير والرحمة يدبعان لكل ايام حياتي هاللويا فيه وقت امور بتضغطك بس بدي خبركن عن سمكة في محيط باعمق محيط بالعالم 11000 متر قول معي 11000 متر يعني 11000 كيلو متر نزول هاي السمكة ما بتعيش الا هونيك ولا غواصة قدر توصل اللي هونيك بتبج ولا سمكة تانية بتقدر تعيش هونيك بتبج الرب بس خلاء لها السمكة خلاء تتعيش بهيك ظروف يعني فيه سمك بعيش على العشرين متر ما فيه ينزل على الثلاثين فيه سمك بعيش بين الثلاثين والخمسين وفيه يطلع شوية للفايش فيه سمك فيه ينزل اكتر فيه سمك فيه ينزل على المية ومئتين متر فيه سمكة بتوصل للألف متر تحت الألف متر قليل تتلاقي هايدي السمكة بتتعيش على أحد عشر ألف متر ولا سمكة تانية قدروا تصلى بس اني ما بيوصل له اسمه ماريانا وينك ماريانا اسمه ماريانا هاي السمكة هاي سمكة الماريانا ربس خلاء بس صنع صنع بطريقة انه الخلية اللي فيها فيها تتحمل ضغط مين نزل على البسين شي مره يتسبح وجرّب يغطس فيكتوسها على ثلاث متر ونص شو بيصير بيدينيك تحس رح يبجو في غطصين بيعلموهم كيف يعملوا اكواليزيشت يفنو النخير بيقدروا ينزلوا عمق خمسين ستين متر أنا عندي أصحابي بينزلوا على الميتين متر على نفسهم بيعرفهم بصور معهم أنا بقدر وصل على العشرين متر على نفسي بقى تحت بس أكتر من هيك الميتين وخمسين متر يعطيك العافي في غواصات ما فيها توصل لربع العمق بس هاي السمكة لما الله خلقها خلق لجلدة بطريقة تتحمل ضغط تعاف الضغط تحت قده بيكون مئات الأطنان بتبج ما تضع تحمل ما بيتحمل جارب جيب بالون ونزله نزله نزله تحت الماء قده تنزله متر 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 شقة حالك لا تنزله أكتر بيضغط 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 بقى هاي السمكة أعظامة مصممة بطريقة بيمغط تحت الضغط وبيلتز بالضغط مصممة بها الخلايا بيتلزز بالضغط دماغ عيون تحت الضغط كرميل هيك صممة تتعيش هنيك وفيها تطلع لفوق وفيها تضل تحت تسية بتلتز تحت بالضغط تنبسط فيه لأن الضغط بيعمل لها مساج بيريح ما في حدا بيقدر يصلى ولا حدا حبيبي ما حدا قادر يصلك إذا الرب حطك تحت الضغط الجينات يلي أنا وياكي مصنعين منهم اللي تحمل يسوع المسيح الصليب كرميل هيك ما تبنك تغرب استيش الشغلة قول أنا بتحمل إذا الرب وضعني بهال شغلة رب مصممني لأتحمل هال شغلة مش تأتحمل قال يخلق لك المخرج مش المخرج تتهرب المخرج كيف تنتصر المخرج كيف تتحمل المخرج كيف تطلع منا دهب أمين قال من فوت دهب عشرين قراءة نطلع عرب عشرين انتو بتعرفوا كيف بيعملوا شو اسم هاي دي من الفحم الفحم تحت الضغط بس يجيب فحم وبتضغط 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 وبتعرف كتلة الضغط على الفحم شو بتعمل فيه بتعرف شو بيصير تبسير يا سامي الماز أغلى شي حجر الماز تقول لي مضغط مضغط لين راب عم يضغطني لأنه بدي حولك من فحم إلى الماز بقص لين راب سمح أني امرق بهالضغط ما تهرب من الضغط كل أحد بدي يجي على كنيسة بدروح شم خلة بدروح البحر بدروح أصهر بدروح مع أصحابي أنت عم تهرب من الضغط إذا مع أنه هو ما في ضغط مين مضغوط أنا مضغوط بس الإبليس يقول لك اضغط حالك تحت كلمة الراب بد يفتش عراحتهم بد نيهرب يروح العشية السهلة يخي يدروس الكلمة ضغط يخي يتركني كيف ضغط كلمة هي راحتك والضغط أنا أنا صرت أنا ما بعرف هو عز إلا ما يكون مضغوط بترك حالي لآخر تكي بصلي بقوة الجماعة بترك حالي لآخر تكي آخر تكي بدي اطلع الماز ضغط بشكلك بيعملك الماز بس يجي الضغط شو بتقول الماز بس يجي الضغط بتقول يسوع 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 إذا حطك فيها يا خي ما بعرف يمكن حدا بيناتنا مارئ بزار فعبقول هاي النهية خلص أنا استسلمت أنا أنا راحت علي أنا هون يا رب مش قادر كمل بها مش قادر كمل خلص تعبت تعبت قول معي الماز إذا أنت هونيك الرب حطك هونيك لأنه عارف رح تطلع من هونيك مش دهب الماز هاللويا الفحم اللي فيك رح يصير بنفس الطريقة بنفس الطريقة بيجيناتك بس تجي عليك الضغوط شو بتقول أنا قادر عليها بتذكروا تتذكروا اتناعشر جاسوس بعط الموسى هونيك شافوا المدينة محصنة والشعب عمالقة قالوا لا 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 راحت علينا عشرة اجوا بتقرير سلبي الرب قالوا روحوا انتلك انا انا رح يارب عينكم لا لا احنا ما بنقدر يا خي مين جي بسيرتك انت انت ما بتقدر ولكن يلي فيك يلي وعدك يلي قالك يلي بعطك قادر مين طلب منك انت عشرة لا 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 ما رح نقدر اتنين كالب ويشوع يا موسى خلا نطلع عليها ونمتلكها لاننا قادرون عليها عندك حل من الاتنين يا تقول ما بقدروا تكلها يا تقول بقدر واتخدها اتنين فاتوا امتلكوا العشرة ماتوا بالصحراء هاللهي قول قادر عليها بس مش رح تقدر عليها از انتك عندك عقلية لا اقدر عليها ازا الرب وضع هالسمكة تحت لانه عارف شو هخالق فيها وعارف انه هي بتنبسط تحت تتلزز تحت بتعيش تحت تستمد قوتها من تحت هالعمق ازا ما رأت ازا الرب حطك بضغط قول هاللهيوية الكتاب مليء بالحقائق الكتابية هذه القوة لن تستطيع ان تفعل شيء اذا عندها العقلية شكل العقبات ضخمة ولكني استطيع كل شيء ما رح فيني اتحمل ولكن بالمسيح استطيع كل شيء اللازفية اقوى انا رأخبركم قصة رجال اسمه جدعون رجل عادي بتلي وبتلك بسفر القضاة سفر القضاة روح معي على سفر القضاة اصحاح ستة شوف هيدا الرجال شو كان مفكر حاله هاللهيوية وتحالف بنوا مديان ستة تلاتة وتلاتين وبنوا عمليك واهل الصحراء تلات جيوش اهل الصحراء يعني العرب على الارجح وعبروا الاردن هني والمديانيين والعمليك هول العمليك بتل جوليات العمله حلف بين بعضهم دايما ابليس سواد بالسي هجمك بهجمك بتلات مصايب مع بعضها بتلات ضربات مع بعض بس تجي الدربة بوب 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 بس يصير معك ثلاث اشياء تذكر هالقصة وعبر الاردن وخيموا في وادي اسرائيل وحلى روحوا الرب على جدعون فنفخ في البوك وخرج الاهل وتبعوه قبل هالقصة قبل ما يخرج جدعون هيدا البطل يلي كلنوا نجمها رحلة وتطلعوا معو تعالشوا كان بالقبل رجعوا لورا على اول اصحاح هو زيته بتلاقي الرب بيظهر لجدعون رح لرخص لكم إياها عملوا الشر اجوا الأعداء فاتوا الشاطون كل الحديد الشاطون المناجل الشاطون الرفوشي الشاطون اللي بقصوا فيهم السنابل ما خلوا معو حديد هؤل الأعداء وما خلوا معو حديد بشان ما يعملوا سيوفي بشان ما يحاربوا الشاطون سلاحون وجدعون كان متخبى عم يطحن أمح بمعصرة بيو ومتخبى من المدينيين أحسن ما يشفوه ياخدوله الأمحات بيصروله كانوا مستعبدين كيف الرومان كانوا محتلين أرضنا كيف الاحتلال بيجي كل غلي بأشتوك يلا هو متخبى بالمعصرة وعم يجي بيظهر له ملاك الرب بيظهر له ملاك الرب شو بيقل له الرب معك يا جبار البأس طلع هايك جدعون مع مين قالوا انت مين قالوا انا ملاك الرب قالوا وين في جبار بأس هون قالوا انت شبار قالوا انا جبار يا خيي مش شيفني مخبى بالمعصرة على جبار شو انا انسان جبان مخبى قالوا لا انت شبار قالوا لا انا جبان قالوا انت قوي قالوا لا انا قبيلتي اضعف قبيلي واصغر قبيلي وعائلتي هي اصغر عائلي وانا هون متخبى مش عايق بدي ايكل قالوا انت بكتخلص اسرائيل انا بدي خلي مش عارف خلص حالي. رب بيشوفه بطريقة. رب بيشوفك بطريقة. انت مش شيفة. يعني الرب بيقول لك انت جبار قادر على هالموضوع. لا 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 لا. هاي دي النخوة اللي عم نحكي عنا. مشكلتك مش اللوة. مشكلتك نخوتك. ما عندك نخوة تتصدق. شو بيقول للرب. لا oùلكش لا لي تصدق. لان ازا صدقت بتصير بك تعمل ازا عمل تصير بك تنتصر بتصير بي 생각 تتمجد. الرب بدي يمجدك بدي يظهر مجده من خلالك لان مجده عليك. قال له انت جبار. طلع في هيك. قال له اكيد ان تعمزح معي. قال له الرب معك. قال له لو كان الرب معي ما كان صار فينا هيك روح يا. مينك انك جاية تستلمني اخر هالليل؟ لوك قال له انا الرب بعتني. قال له يا رب ولا بقلوتي يروح يا. اختر ليه بقي واحد تالي. المشي انه الرب مآمن فيك. لانه عارف شو حاطت جوتك. قال له بهالقوة بك خلص. قال له اي قوة انا مخبه انا خيفان انا جبان. الرب مآمن فيك. الشيطان مآمن فيك انك فيك عليه. اعداعك مآمنين فيك. وانت مش مصدق. مش كلتي زهنية. قول زهنية. زهنية ما فيه. يلي عشته بالماضي ما فيه. يلي شفته يلي اختبرته. ولكن انت اليوم بالمسيح مخلوق جديد تستطيع كل شيء. كل شيء. عنا قوة بتخلص مش بس لبنان عالم العربي. مش بس العالم العربي. فينا نبعث مرسلين ع اوروبا نجع نردها. بس زهنيتك. الموضوع اكبر مني. الموضوع عبيد الدولة. الموضوع عبيد مدرمين. زبت عن ظهرك بسيطة. قول استطيع كل شيء. الرب بدي يقيم من بيناتنا ناس مثل الجدعون. قال له روح. بقى راح. لما الشعب. لما اللهم مش عشت الاف واحد. طلع فيه الرب. قال له شو هولي عشت الاف اكتار. قال له شو اكتار هاو ديك مية الاف. قال له لا كتار كتار شينهم. شالهم. صاروا ثلاث تلاف. قال له شو يا رب نيح ثلاث تلاف. قال له لا بعضهم اكتار. نزلوا عالنهر. نزلوا عالنهر. قال له اللي بيشرب عق ولا بيشرب بيسجد. مهم صفيهم. ده اجيبكم من اخر لصة. بقي معه ثلاثمية. قال له شو ثلاثمية مناح? قال له يلا ثلاثمية بزيادة. طب. وراحوا وين مخيمين الاعداء اللي محوطينون. راحوا لا معهم سيف. راحوا يحاربوا. البلا سيف. وبلا حديدة. جابوا معهم جرة. وضو وخشبة. حجرة. تكسروا الجرة. ربحوا المعركة. ما عملوا شي. بقى راحوا لهنيك قبل ما ينتصروا بالمعركة. قال بالليل خلينا نروح نتسلل نسمع الاعداء. شو عم بقولوا. نزل يشوع جدعون. وتسلى ليك يصير يمشي بين الشجرات بين الشجرات. قرب. لقى اثنين من الجيش الاعداء. طلعوا يقضوا حاجة. طلعوا يعملوا ببي. واحد عم يحكي مع التاني. قال له شفت حلم. قال له شفت. قال له شفت صخرة كبيرة الدحرة. شيت وجه الجيش وجدعون. محانة عم بكرة ابينا. قال له اف. قال له ايه والله هيك شفت. الاعداء مصدقين. الشيطان مصدق. وجدعون بعضه لهلأ مش مصدق. لرب بدي يعملوا معك ما رح فيك تصدقه. مين بيقول الرب يشيلني من وراء القرف. بوقفني على المنبر. انا بالاشرفية كل الاشرفية كلها شبابه يلي بعمري ونزول بخمس سنين وطلوع بخمس سنين يقولوا شو هيدا الانسان مش معقول. هيدا الكل بيقى منو قل له هيدا. وعزموني بكنيسة القرمن فوق طالع عم بوعز بس كانوا على صحة سسين. وعزمين اهل الاشرفية بس شفوني. هابي اسمي كان هابي. مش معقول مش معقول. وكله القرم والعدي. مش مع كيف قلدي. وخبرته شو الصهر معي. وقاموا الرب. هليلويا. وبتالب نروح لدوس. صار يحكم قل سنة. يعني. الرب اللي بدي يعملوا معك رح يعملوا العالم. مش معقول. مش معقول. الرب بدي يعطيني مبنى حقه مليون ونص دولار وانا وعلي يدين خمس تلاف دولار ما عايقوا بدي اقو فيه ان انا وجابي كنا عم نصلي كيف ما نوفي هالديل ايه وبكسوريل وحلت بحالة وما عندنا مطرح نجتمع ونصلي فيه. ايش الرب بعطاني اكبر مبنى ببيروت. مش معقول. بعد عرب بس ايجي لهون بقول مش معقول. صدقنا. قول صدقنا. بس يقول لك الرب فيك تستطيع كل شيء. يعني فيك يعني فيك تعمل كل شيء. كل شيء بالدرس بالشغل. ولكن الحكمة ما بيناتنا في ناس عم يدرسوا طب. ما في دولة لكن الرب قادر يعطيك بخمس دقايق دواء للقنسير وتخلص كل البشرية منه. خمس دقايق قادر يعطيك. اذا بتصدق. رح يصير مثل الاسبرين هيك يعطوه. ده حب صغيري بيروح. بك تطلع على الامر فيك. اذا بتصدق. هاللويا. هاللويا. اذا الرب وضعك به هالزرف يعني بتقدر عليه. بس المشري اني انا قوي كتير بس مش عارف. طلب اللي حدك يقوله انت كتير قوي. بالمسيح انت كتير قوي. بس انت مش عارف. كتير كتير قوي. عما شعبه اقتنع. الله اقتنع. الشعب اقتنع. ابليس اقتنع. العدو مقتنعين. هو قاعد ما بدي ياخده النصرة. مخبه. مش ما اقول? بس بدي يخبركم شغلة. مرة اه كنا عند مسعيد عمزورة. وفارق ومارق بال بالدار. مبسوطين عنا بسينة بتقتل الجراضين. وكانوا بسينتان من هول اللي وحوشة بتشوفهم عالطريق بيكلوا عالم هولو بسينة هونيك. بقى. ولقيت لبسينة عم تركض. عما قلت لها اشي كلب شي ضبع شي حدا. طلعت وراها لقيت فارة لحيتها الاد. ويا ابدرق ويا ام تصريخ بالفارة لح على بسينة. هلا شايفها الشي بره الصورة. عاليوتيوب فو تتفرج كيف بسينات هرمانيين وجردون لحقهم. كنت ديك الاسبوع على البور. وراي حم طلع الشخطورة طبعيتي. عم زبط له خيمتها هيك. عم نجهزها للصيف. بقى. وانا ورايح هيك. طلعت لقيت واحدة جيبت أكل. حطتهم للكلاب. في شي خمسة كلاب. كل يوم تنزل بالطعميون. بسينة جواني. قررت تروح تاكل الأكلات. واجت لبسينة. واجهوا للكلاب. شايفوا بسينة صغيرة. هلا بتهرب. وهي لبسينة عم تاكل. قربوا كلبيني. وراكدين على الأكلات. وقف دايق لهم. ورجعوا لورا للكلاب. اجي الكلب. عو عو. يعووا عليا هي وقفوا بوجهن هيك. بقيوا شي خمس دقائية يعووا عليا خمس كلاب ويعووا وهي عم تاكل اخر همه. اجي كلب قرب. وهجمت على الكلب خمس كلاب كانوا عم يركضوا بسينة صغيرة راكدين وراهن. هاي لبسينة جتتها صغيرة بس فيها فكر أستطيع كل شيء. وهيدا الكلب البهيم يلي قد البعرة يلي بيكلها بكتشة بيقدر يكلها ويبلعها وتعدى على مية مرة وعنده زهنية لا 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 احتكل هيدي. شو نحتاج لك? نحن مؤمنين قدر بقطرح نعرف الكلمة ونعرف الكتاب. والهاللوية. رب كلمني بس شفتها اللي بسينة بالحقيقة صورتها فيديو. صورتها عبتاكل واللي عبتفرجوا عليها بالبعيد بش بستجهي لقربه. بسينة بتكله عشاء ايه بسينة اكلت له عشاء. ده أولاد الله. اللازفين اقوى من الذي في العالم. يا ريتني بتل هالبسينة وقفت بوجر كلاب وما كون أسد خاف من بسين. عفوا كلب. هاللوية. لازم تعرف شو الرب حط جوتك. بزري صغيري. بزري صغيري. شفتوا البزور الحمطة. هالبزري اوقات بتكون صغيري كتير. تنقول بزري الارز. انا جيت بدي ازرع ارز. عطيوني بزور ارز. بزري صغيري قد حبت الامح. اصغر. واخدت هالبزري واتطلعت فيها يا عمي. هيد البزري عندها يعني عندها قدرة. ان تصبح شجرة كبيرة ضخمة جدا جدا جدا. ما حدا بيقدر له لا عواصف ولا رياح. بزري. خيل معي هالبزري بس تنزد تحت الطراب. ممكن عن تفكر. المصايب حوالي كتيري. طراب انا تحت الاجران. انا اندفنت. يمكن عم تشعر جوتك انا مدفون. انا ما حدا بيسمعلي. انا ما عندي اهمية بالكنيسة. انا ما حدا بيسمعلي صوتي انا. انا متروك. انا مهمول انا تحت الاجران. شوفوا الاسيس فوق على المنبر. شوفوا فلان. شوفوا هيدا بيصلي للناس بتشفى. انا ولا شيء. انا ولا شيء. انا ريشة. انا نملة. انا سرصور. انا بكون هو اسد نفكر حاله سرصور. هالبزري بس تنزد بالطراب يمكن تكون عن تفكر هيك. لانه بالحقيقة فكرت حاله اندفنت. بس هالبزري مش عارفة انه هي معمولة. هي مصنوعة. هي مخلوقة هي مركبة لتكون وين? تحت الطراب. هي بتفكر حاله انه انا عرف فيك حلوة معمولة يكون عرف. عرف بتضلك عرف اخر شيء بيكلوك. بدك يتشتوك. يحملوك. يعلوك. حطوك على الرف. نزل الاشرق عن الرف حبيبي. اوقات الرب بيسمح يحطك بوضع صعب. ما تقول وينك يا الله اللي تخليت عني. هو ما تخلى عنك حبيبي. ولا انت تخليت عنه. هو بحبك. ودي فرجيك شو حاطت جوتك. هو مسدق. ابليس مسدق. انت بحي مسدق شو عمل جوتك. بس رح يجي نهار رح تشوف و رح تصدق. بتنزد تحت الطراب. يمكن شعر حالك انت تحت الطراب هلأ. ما بعرف شوه الطراب اللي محيط فيك. اكتر منك. طراب كتير. كتير. انت حبة. هني مليار. شكله كبير. شكله العدو اللي عم بواشك. شكله المصايب كتير. الوضع الامن. السياسي. الاقتصادي. البلد. الشرع الاوسط. ما بين حال. طراب كتير. طراب. الرب زرعك بهالطراب. ما دفنك بهالطراب. قول انا مزروع. مش مدفون. قول معي انا مزروع. طلب لحدك. قل له انا مزروع. مش مدفون. و رح يجي وقت. هيدي المزرة. الرب عطاها الامكانية. عطاها القوة. عطاها القدرة. لحتى تستمد قوتها منها التراب. هيدا اللي انفكروا التراب. عم يدفنك. هو زيته للتراب. هيدا رح يقويق قوة من داخلك. رح تفتح الامحة او البزري. وتمدش روشة. تمص الماء والطاقة منهم. تتمسك فيهم. تستخدمهم. تطلع ارز كبيرة ويحتموا فيها كل الناس. اذا انت تحت تراب تطلع بله حدك. اقول له انا طالع. مش مطول هون. طالع. طالع ارز كبيرة. طالع شجرة كبيرة. مصمرة. قول انا طالع. قول انا طالع. انت فكرني انا نازل. قول اش روشة النازلين. بس انا من جوة. طالع. حيش تقل لي مصيبتي ومشكلتي. ولك ها طرابات مش مصيبة. مش مشكلة اللي انت فيهم. يلا استفيد منهم. خوض قوتك من الرب. قل له يا رب شو في جواتي بدك تطلعه. خلي بلش يطلع. لش انا مخباية. خلي يطلع. ما هو الخالق الكون. اذا انت تحت الطراب. هو جواتك تحت الطراب. تيشيلك من هالطراب. الروح الذي اقام يسوع من بين الاموات. يسكن فيكم ويبعث في اجسادكم المائة حياة. اوف. اوف. قول لا للأحباط. لا للخوف. لا للقلق. لا للأذية للعصاب. لا للحكم النفسانيين. نعم. كي اصدق اني استطيع كل شيء. بتكفيني هالآية ارتاح من كل الهي. هاللويا. هاللويا. لازم تعرف شو حط الرب جواتك. تعرفوا موسى. موسى اضايق كتير. مين بيعرف انه موسى اضايق? موسى زعل. لان ضغط الشعب عليه كان كتير كبير. ضغط المسئوليات كتير كبير. انا عوال بالخدمة والناس يلي عم يخدموا عم يتدرب ولا يخدموا الرب. ضغط الناس لحواليك ما رح ترحمك. ما رح تفكر انه هدا. يمكن انا عندهم ايمان انه بتحمل كل شيء. ايمان اكتر من ايماني. بس. انت رح يجي وقت تفكر انه هيدا الضغط كتير علي. ورح تتعب. رح توصل الوقت ووصل موسى الوقت. قال له يا رب يا رب شو انا خلفتوا له العالم ليش العد حطيت علي كتير كتير كتير. صرخ. صرخ للرب. قال له مش عنا اللي خلفتون. معلو كان عم يتشفى عليهم عم خل حياتي وما دخد لهم. بعدين قال له يا خي خد حياتي يا له. وخليهم. او خدهم. الله يخدهم. قد ما الضغط كان كبير علي. وصل وصل له هال مرحلة. قالوا لا انا بخلفهم ونسيهم. وانا قد ما بضغطوني يا خي. لا بخلف اقولوا حلو عني انتوا مبرود تساعدوني مشان ساعد. وصل بيوصل الوقت لواحد هيك. اجا لموسى. قالوا طيب يا موسى طيب طيب طيب. ماشي الحال. ماشي الحال. طاكف علاج ورب. قالوا يا موسى انا حاطت في شيك جوتك. بس ما معرف ليش عم تفكر هيك سلبيا انه ما فيك. وانا حطيتك فيها لانه فيك. وانت مفكر انه ما فيك. بس مش لانه انا معك وانا اللي فيك. اذا انا اللي فيك فيك. انت لحالك ما فيك بس انا اللي فيك صار فيك. بقى صارخ للرب. قالوا اوكي بيحترم. الرب بيحترم رأيك. وبيحترم حريتك. كان في موسى يكون اعظم من هيك. بس وصل لمطرح ما بده بقى يكبر. قالوا طيب يا موسى. فيك تعمل. نحنا من امن بالديلجيشن. نحنا من امن ان نوزع المسؤوليات. واحد خادم الرب بس ما بدي يعمل الشغل. خلص انت عملي هيا عني. عملي هيا عني. بتل ما عملوا بعمل الرسل او كالو جابوا شما ما يسيق جابوا. ومش غلط وبنأمن بهالشي شي طبيعي شي صحي. حتى ما نحترق. ولكن. بدي خبرك يا يلي لا انا ولا انت منعرفه ولا موسى يعرفه. قالوا جيبها السبعين شيخ جابهم. مسؤولين قادة الابيل. كل الاصباط. جابهم انتخبوا. جابوا هول الشيوخ الفهمانين. يلي عندهم حكمة كبار بالعمر. يلي هني آآ باية العيلة الكبيرة. الجد العيلة. جبوهم هولي سبعين واحد. وجابوا العصة تبعولهم واجوه. فاخذ الرب اسمع منيح. من الروح الذي على موسى. ووضعه على هول السبعين. وراحوا هني صاروا يعملوا الشغل يلي عم يعملوا موسى. وشيلوا عنه الحمل لموسى. يلي بيلفتني بالقصة. ما بعرف. اذا انتوا لحظتوا للكلمة هاي. مش الرب اخذ من روح الرب. ووضع عليهم من روح الرب. يلي على الرب. قال اخذ من روح الرب يلي على موسى. القوة يلي على موسى كانت بتكفي موسى ليعمل كل الشغل. شيل قوة من سبعين شخص يعني من موسى قوة وزع على سبعين شخص عملوا الاعمال اللي عم يعملها موسى يعني شيل منه وبقي معه وكفت لسبعين واحد. يا لطيف فكرتوا فيها? فكرت فيها مسلا عشرة نائس واحد قديش? تسعة. مية نائس عشرة قديه? الف نائس مية قديه? عشر ملايين نائس مليون. طيب. في رقم اسمه انفيني يعني الى المنتهى. شو اسمه بالعربي هيدا? لا نهاية. طيب. لا نهاية نائس سبعين? لا نهاية. لا نهاية نائس مليون? لا نهاية نائس مية مليار? لا نهاية. تفهموا? يعني الروح يلي على موسى ما له نهاية للامور اللي فيها اعملها? شيل منه وبعدها مثل ما هي. يعني الروح الذي افاده الرب علينا? استطيع كل شيء يعني كل شيء. حليلويا حليلويا رب شكرا يا رب اشكر رب الان اشكر رب الان اشكر رب الان ارفع ايديك لرب شو بدك بالقاعد حدك شو بدك بالناس الجاية تتسلى خديك بحالك لا. قالوا يا رب شكرا لان الروح الذي افضته علي تملأه الغيرة انه روح الله انه الله الذي يسكن فيه انه انت يا رب انت انت اللي فيه اقوى من كل شيء بالعالم انا معك يا رب اباركك وعظمك واشكرك على كل زرف بتمرقني فيه كل امر بتمرقني فيه انه لا يعمل الا لخيري. في كل شيء لا يعمل الا لخيري. يا رب اتوب عن زهنية لا استطيع. اتوب عن زهنية مستحيل. اتوب عن زهنية وافكار هالشي اكبر مني هالشي اعظم مني. الرب يضع بعض الاشخاص اصحبلك الرب بهالمكان فيه اشخاص هيطلع من هون. فيه اشخاص هيطلعوا من هون من وسطنا. يعملوا امور ولا اسيس عملها من قبل. ولا خادم للرب نعملها من قبل. رح يطلع اشخاص نهضة من الوسط. الرب عم يقيم من وسطنا اشخاص ناريين لكي يغيروا مش بس جيران عيلتن وقبلتن وعشرتن ومنطقتن. الذي وضعته فيكم ليس له نهاية. لله القادر ان يعمل فيكم اكثر جدا مما تطلبون ام تسألون. بحسب القوة التي تعمل فيكم. هذا شي مش انا. هو الروح الذي فيها. يا رب ساعدنا نتعاون مع اوتك. نتعاون مع روحك. نتعاون مع حضورك يا سيد الرب. نتعاون حتى ننجز الشغل السواء مش لحالنا. وها انا معكم كل الايام. لن اترككم يا تانا. اذهبوا. اكرزوا الى العالم اجمع. وها انا معكم. وقوتي تظللكم. وكان يؤيدهم بالايات والمعجزات. وما حدا ادري يواجههم. بسبب القوات التي كانوا يصنعوها امام الشعب. اشخاص بيناتنا هيصنعوا قوات عظيمة وسط الشعب. اذا كان الامر يبدو لك مستحيلا. اعلم جيدا. انه هو الله الذي سيحقق بحياتك. ان كنت تصدق. اقول امين. اعطيه مجرد. يا سعادة سينا. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة.